كيف يبدأ الركوع؟ يبدأ بالتكبير مع رفع اليد هكذا تقول الله أكبر لاحظتم إخواني وأخواتي كيف؟ هكذا تقول لما تنتهي تقول الله أكبر هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم تجمع بين القول وبين الفعل فتركع تنزل إلى الركوع بارك الله في الجميع طبعا الركوع ركن من أركان الصلاة ما تصح الصلاة إلا بها ولذلك الركوع الشرعي هو الذي تصل يديك إلى ركبتيك أما من وصلت يديه إلى فخذه مثلا مثلا بعض الناس الآن هكذا يركع عند الفخذ هذا خطأ ما ركع لا بد حتى يكون الركوع سليم أن تقبض هكذا بركبتيك هكذا بركبتيك لا بد أن تصل الكفين إلى الركبتين لا بد ولذلك جعلها العلماء هو القدر الواجب أو المجزع في مسألة الركوع لا يجزع إذا وضعت يديك بهذه الطريقة ما ركعت ولذلك أخواني وأخواتي أذكر لكم الهيئة الصحيحة للركوع التي وصفت عن النبي عليه الصلاة والسلام لما يكبر عليه الصلاة والسلام يقول الله أكبر يلقم ركبتيك كفيه أو يلقم كفيه ركبته بهذه الطريقة ويفرج بين أصابعه ويمد رأسه ويجعل ظهره مستويا مع رأسه بهذه الطريقة لاحظتم كيف أن الظهر مستوي مع الرأس هكذا ينظر إلى محل سجود ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وَلَوْ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمُ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمُ وَبِحَمْدِهِ طيب بارك الله فيكم لاحظتم كيف هذا هو الركوع الشرعي الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام طبعا أذكر لكم بعض الأخطاء من الأخطاء ما يفعله بعض الناس وهذه فيه حرص وزيادة عجيبة جدا لاحظ كيف هكذا بعض الناس يركع يثني ركبتيه بهذه الطريقة هذا خطأ يثني ركوبتي لاحظتم هذا من الأخطاء إلا أن يكون هناك عنده مشكلة صحية هذا غير لكن يتعمد خطأ بعض الناس يركع بهذه الطريقة هكذا ينزل رأسه بشكل يعني مبالغ فيه هذا مما هو منهي عنه من أمر الآخر أن النم سلم كان يجافي يديه عن جنبه في الركوع بهذه الطريقة هذه المجافة وكان يوتر يديه هذا التوتير بهذه الطريقة مثل القوس إلا إذا كنت في صلاة الجماعة فما تستطيع لأن حولك يعني عن يمينك وعن يسارك مصلين ما تستطيع لذلك تصنع هكذا أو تمد إلى الأمام أو تمد إلى الأمام ثم تقول ترفع من الركوع قائلا سمع الله لمن حميده هذا الرفع من الركوع وهو ركن من أركان الصلاة بعدما تنتهي من الركوع ترفع طبعا الركوع إخواني وأخواتي مثل ما ذكرت لكم يعظم فيه الرب قال سبحان ربي العظيم لأن الرسول سلم قال اجعلوا في الركوع أما السجود فسبحان رب العلا كما سأبي